طيب أعايزة روح لحضرتك يعني ما حضرتك لنقطة مهمة جدا في عرص قناة الجليل المعجزة الموضع اللي بيسجل المعجزة والجرنت التذكاري لعرص قناة الجليل ممكن نتكلم عنه أكتر لأنه يعني ده حاجة بتوسق الحدث مليون في المية يعني ما نقدرش نتكلم خلاص الموضوع موجود فهو ثابت ما في المية ده بيرجعنا للقرن الرابع الميلادي للملكة هيلانا هذه القديسة العظيمة الملكة هيلانا اللي نعرف عن الملكة هيلانا إن هي اكتشفت الصليب رب المجزة لكن الملكة هيلانا ما اكتشفتش الصليب بس اكتشفت القبر المقدس اكتشفت مكان ميلادي السيد المسيح اكتشفت مكان بئر يعقوب في السامرة اكتشفت مكان عرص قناة الجليل وفي القرن الرابع بنت كنيسة اللي هي كنيسة عرص قناة الجليل طبعا من القرن الرابع بمرور الزمن الكنايس بتتهدم ويتبني مكانها كنايس تاني والغاية ما وصلنا للمبنى اللي موجود حاليا اللي هو في كنيسة للروم الأرثوزوكس وفيها هذا الجرن اللي موجود جواها أحد الستة أجران اللي السيد المسيح حول فيهم المعجزة من الماء إلى خمر